الشعب يوماً أراد الحياة ألا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجل ولا بد للقيد أن ينكسر لذا الشعب يوماً أراد الحياة ألا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجل ولا بد للقيد أن ينكسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الشعوب المقهورة في إيران البرنامج السابق برنامج الأحواز المنسية الذي كان نافذة للتعريف بالقضية الأحوازية على مستوى المتابعين ومشاهدين لقناة وصال الفضائية وأيضاً كذلك عبر وسائل التواصل بحمد الله عز وجل كان هناك بحث أو رسالة ماجستير عن هذا البرنامج وقد قام بإعداد هذه الرسالة أحد الباحثين الأستاذ فيصل إبن سعيد الحذيفي وقد أعد رسالة متكاملة عن هذا البرنامج وهذا حقيقة مما زاد شرف البرنامج بأن يكون عليه دراسة وأيضاً تقصي حول كثير من الجوانب حول هذا البرنامج باسمي وباسمكم أرحب في هذا اللقاء بالباحث فيصل إبن سعيد الحذيفي أحياكم الله أستاذ فيصل وأهلاً وسهلاً بكم أهلاً وسهلاً بك وبالبشاهدين الكرام طبعاً عنوان رسالة الماجستير للباحث فيصل إبن سعيد الحذيفي القضية الأحوازية في القنوات العربية دراسة على برنامج الأحواز المنسية في قناة وصال الفضائية في بداية هذا اللقاء أستاذ فيصل قرأتنا جوانب كثيرة من هذا البحث ما الذي دعاك في البداية إلى أن تقوم ببحث حول برنامج الأحواز المنسية على وجه الخصوص بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعاً كان اختيار موفق أنا هكذا أصف هذا الاختيار وهذا العلوان أولاً أنا تخصصي في الإعلام ودرست الإعلام ورمغلت بمعنى واصل الدراسات العلية وكان هناك عدة مواضيع منها عن الشعبة العربية كثيرة هي المواضيع التي تم تطرق إليها بمعاونة من الدكتور عبد الرحمن النمر هو المشرف على غسالة إلى أن أستقر بي الحال في القنوات التي ظهرت عليك كثيراً أنا قناة وصال في الحقيقة هي قناة تدربت على كهديرها سواء كضيف شبه دائم في نهاية العام 2014 تحديداً وخلال العام 2014 وبعد أيضاً عاسفة الحزم وإعادة الأمل قدمت فيها بعض من الحلقات كمقدم استهوتني أيضاً برامجة وسبقة لتطرق للقضايا العربية تحديداً في بلاد أو هذه الشعوب التي تقبع تحت الاحتلال ومنها الأحواز كذلك عاسفة الحزم وإعادة الأمل جعلت كانت هي ربما البوصرة التي هدتني إلى أنه لدينا أيضاً شعوب أخرى تحتاج إلى عاصفة حزم وإعادة الأمل أن أشارك في التعريف بهذه القضية أن أتطرق إلى هذا الشعب المنسي وكذلك الشيخ عبد الله كان بخلق ونبلة وتعاون محرك ودافعية عالية جداً أنا استشرتك ربما في بداية يعني وأطرحت عليك أكثر من موضوع الأستاذ محمد المهدي وهو ابن قناة وسعال وواحد من وجوه القناة عندما ذكرت له أني أبحث أو أرغب في أن أتطرق لموضوع ما أو برنامج ما لأدرسه وأبحث عنه فأشار لي إلى شخصك الكريم أبديت كثير من التعاون والأحواز المنسية برنامج ثري جداً لسنوات دوال 500 حلقة فيه يعني إمكانية لأكثر من باحث وأيضاً ليس لماجستير المشرف على الرسالة يعني كيف تمت الموافقة على مثلاً أن تقوم بدراسة على مثل هذا البرنامج من ناحية الموضوع من ناحية عدد الحلقات من ناحية الفكرة يعني كيف كانت وجهة نظر المشرف على الرسالة طبعاً كان يستبعد جداً أن نترك الموضوع مفتوح بـ 500 حلقة كثيرة جداً ويصعب قياسيا يصعب أيضاً تحليل هذه الحلقات فجعلنا لأخذنا بس عين من الحلقات للأدراسة والتحليل لكن اهتدينا إلى أن نتحول من التحليل للحلقات وماذا قدمت وعينة الضيوف والمتداخلين وأيضاً الواضع التي تم التطرق إليها إلى عمل استبانات ومشاركة الجمهور المتابع لهذا البرنامج لأن يستقصوا وبالتالي تحول نتاج استقصام ودراستهم واستباناتهم إلى دراسة إعلامية في هذا الموضوع وكانت فكرة وأيضاً أنما تبتسمها صلى الله عليه وسلم كأنك تغسل يدك من هذه المعلومة أو من هذه التشاركية التي أنا حضيت ورزق من الله سبحانه وتعالى حقيقة وأشكر الله عليها بأن كنا نتناقش كيف نبحث في البرنامج هل نتناوله كتحليل ودراسة حلقات معينة منه أو الكل أو أننا ننتقل إلى الاستبانات لكل البرنامج وكانت هذه الفكرة سهلت علي الكثير وأيضاً قدمتني للمتابعين في بلاد الأحواز أو في متابقناة وصال من العرب غير الأحوازيين وكذلك اتسعت الوقعة والفقية والجغرافية لعينات الدراسة وهذه كانت وهذه حقيقة نحن في قناة وصال مثل هذه الدراسة ومثل هذه الاستبيانات التي قمت بها حقيقة تعتبر منارة لنا وأيضاً نهتدي بها لكيفية أيضاً الوصول إلى الشعوب عن طريق مثل هذه البرامج وهي إضافة حقيقة لبرنامج الأحواز مثل هذه الرسالة مثل هذا الإعداد مثل هذا البحث جميعنا في قناة وصال نفتخر بما وصلت إليه من خلال هذا البحث اسمح لي أستاذ فيصل واللي أسمح لي المشاهد الكريم أن نعرض هذا التقرير عن هذه الرسالة وعن ما توصلت إليه من بعض النتائز باتت الأحواز اليوم قضية عربية قائمة مثلها مثل قضية فلسطين لذا يجب أن يكون الدعم لها مستمراً حتى وإن لم تساعد الظروف السياسية هذه هي الخلاصة التي أكدها عدد من الخبراء والمحللين إثر الثورة الإعلامية التي أحدثها برنامج الأحواز المنسية المباشر في حلقاته الخمسمائة في القضية الأحوازية المنسية انطلق برنامج الأحواز المنسية على قناة وصال الفضائية ليكون أول برنامج متخصص يهتم بجميع شؤون الأحوازيين والقضية الأحوازية وليصبح محل دراسة كحالة إعلامية جديرة بالبحث حيث أجرى الباحث اليمني فيصل الحديفي في رسالته لنيل درجة الماجستير عدة استبانات على عينة أحوازية كبيرة مختلفة من المستويات التعليمية ففي الاستبانة التي قدمها الباحث عمد متابعة الأحوازيين لقضيتهم في الإعلام العربي ذكر 45% منهم بأنهم يتابعون قضيتهم بدرجة ممتازة وحوالي 41% يتابعونها بدرجة جيدة و14% بدرجة ضعيفة وهي نتيجة تحث على المواصلة وعمد إسهام قناة وصال في التعريف بالقضية الأحوازية أجاب 65% أنها أسهم بدرجة ممتازة و31% بدرجة جيدة وهذا يعز إلى اهتمام القناة بهذه القضية والتعريف بها حيث إن لها قصب السبق في هذا المقام وفي الاستبانة التي وضعها الباحث عن برنامج الأحواز المنسية الذي بثته قناة وصال والذي بلغ عدد حلقاته 500 حلقة أجاب نحو 57% من الأحوازيين بأنهم يتابعوه بشكل متقطع وحوالي 5% بأنهم لا يتابعون البرنامج بينما أجاب حوالي 39% بأنهم من متابعيه بشكل مستمر أما عرضاهم عن الإعلام العربي في التعريف بالقضية الأحوازية وما يقدمه لها فقد كانت النتيجة صادمة بقدر ما هي متوقعة حيث أجاب 77% من الأحوازيين بأن الإعلام العربي ضعيف في تغطية قضيتهم لقد فتح برنامج الأحواز المنسية نافذة دائمة للأحوازيين يطلون من خلالها على العالم العربي خصصت له قناة وصال الفضائية حينها ثلاث حلقات مباشرة اسبوعيا تناول موضوعات الأحواز إلى جانب الأخبار والأحداث اليومية عدى تغطيته اليومية للأحداث الساخنة والانتفاضات ومناسباتها أعقب ذلك انطلاق قناة تحمل اسم الأحواز وتهتم بشأنه الاجتماعي والثقافي كما سيطلق الأحوازيون خلال أيام قناة أحوازية خالصة تصعد الأنشطة الداخلية والخارجية لأبناء الجالية الأحوازية ونقلها عبر برنامج الأحواز المنسية حينها لفت اهتمام بعض الصحف العالمية والإقليمية فبدأت بتغطية تلك الأنشطة إلى جانب إجراء حوارات مع منظمها وهو ما أعطى القضية زخما متواصلا أهلا وسهلا بكم من جديد ورحب مجددا بضيفي فيصل ابن سعيد الحديث حياكم على مجدد السيد فيصل بعد هذا التفكير والتأمل في اختيار العمل في هذه الرسالة ما هي الصعوبات التي واجهتها قبل أن تبدأ في إعداد هذه الرسالة؟ طبعا الصعوبة هي دائما في اختيار العنوان في الرسوع على وسم معين لتكون محددات البحث واضحة من خلال هذا الاختيار وهذا أخذنا أخذ معطى شيء كبير مع إدارة الجامعة بعدها انتقلت إلى الجانب البحثي القرائي المتابعة فكانت قلة المراجع والمصادر قليلة وشحيحة جدا يعني تجد بكتبة كبيرة ربما فيها 14 مصدر معظم يعني بعضها أشبه من بعض على الإنترنت؟ لا العنترنت لم ألمس كيبوردا مثل ما يقوله أو ماوس اللي أحرك فيه يعني أدخل فيه لعنوان معين النسخ واللسخ على أن الصنف الآخر ليست محكمة وليس لديها مصادر أنا كباحث لكن في بعض الكتب أو بعض المراجع موجودة على لا لكن أنا عملت إلى الورقية ولأن ربما نتيجة نشوءنا الكلاسيكي على الكتب والبحث العلمي من خلال الورق وتقليبها أنا كنت يوميا في مكتبة الملك عبدالعزيز حتى نشأت بنا صداقات وصبحت استعير منهم كتب بشكل مستمر إن شاء الله أيضا وفرت لي مكان للقراءة والخلو بشكل شبه يومي لحوالي 6 أشهر على التوالي وأنا أجمع مادة علمية الصعوبة الثالثة وهي التي كانت في التواصل مع الجامعة في الحاذف كذا تعرف أنه أحيانا الظرف أصبح في حياتنا يتداخل ما هو اجتماعي بما هو علمي بما هو سياسي وبالتالي يجب أن تكون فطنا وأن تكون لميحا لتناول يعني مثلا الآن عندما آتي وأقول ما بالا العرب فرطوا ما بالا العرب تركوا ما بالا نحن يعني لكن الحمد لله في المملكة العربية السعودية حقيقة وهي قصبة المسلمين وعاصمة الحزم والعزم واستعادة إن شاء الله العاصمة الأولى للعرب وبيت العرب الأول صنعاء كما هي إن شاء الله المحمرة برورا ببغداد ودمشق وبيروت الآن وجدنا التقريض الذي أعرض على المشاهدين في برنامج اليوم أن هناك الحمد لله قنوات ستنشى وأن هناك أيضا أصوات تعالت ولكنها مقيدة آذان صاغية اليوم الحمد لله أنا أقرأ في الشرق الأوسط أقرأ في صحيفة الوطن السعودية أقرأ في صحيفة الرياض في أقاذ والجزيرة تناولات للحالة والحراك الاجتماعي والسياسي الذي يحصل في الأرض المحتلة هناك في الأحوال و هذا كله يعني يقولون ألف خطوة تبدأ بخطوة و أنما السيد اجتماع النقط و هذا بفضل الله سبحانه وتعالى حقيقة و أشكر عليه القائمين و الدائمين لقناة وصالة الفضائية يشكر عليه برنامج الأحوال المنسية يشكر عليه لأستاذ عبدالله آلي عن الله يشكر عليه الجندي البجهول خلف الكاميرات من معدين و من السقين و للجميع المحببات و للأحوال الحرية أستاذ فيصل أريد أن تعرف طبعا وقت حلقة لن يكفي تماما بالتعرف بهذه الرسالة بشكل كامل لكن أريد أن تعرف بفصولها حتى يكون المشاهد على إلمام ولو بسيط بهذه الرسالة الرسالة طبعا كأي رسالة علمية ربما فقط ما بين قلة أو كثرة هذه الفصول هي قسمت إلى خفص فصول الدراسة المنهجية الأولى لهم حديدات الدراسة و أسباب الدراسة و أسباب الإختيار و الأهداف أو الأمور المنهجية المعروفة الثانية جعلت خصصته للأحواز كذلك في الفصل الأول شرحت المصطلحات في الدراسة كشرح للقضية و كذلك ما هي الأحواز و القنوة الفضائية و البرامج و وصال و غيرها الفصل الثاني كان من دي الأحواز أفردت لها بابا كامل أو فصل كامل تكلمت فيها عن نوع التاريخية الاجتماعية الاقتصادية كلها باب تطرقت إليه أو مبحث كان له كثير من الأهمية عندما تتكلم عن البعد التاريخي فأنت تتكلم عن ما هي الأحواز قبل و بعد الاحتلال الأحواز ما قبل الميلاد و ما بعده الأحواز في عهد القلافة الدولة الإسلامية و الفتحة الإسلامية و خلفاء الراجدين كذلك تتكلم عن نوع الاقتصادية و كيف أن نقاط القوة التي كانت عليها الأحواز كانت أيضا هي نقاط ضعفة كالنفط و الزراعة و الأنهار و النوع الاقتصادية الموجودة في هذا البلد المحتل مرت أيضا على الأحواز في عهد الدولة أو في عهد الاحتلال ما بعد عام 1900 أبريل 25 ميلادية وهي الأحواز تحت الحكم الصوفوي و تحت الحكم الحالي الذي كان عليه من رضا شاه وحتى بهلوي وحتى رضا شاه وحتى روحاني و أحمد نجاد أيضا قعدت لقناة وصالة فضائية بابا كامل تناولت القناة بحكم أنها حقيقة كانت سباقة لتناول هذه القضية وصال استحقت مني أن يفرد لها باب وكذلك له موضع البحث و البرنامج الذي عليه المآل وهو برنامج الأحفاز المنسية أيضا كان له باب مستقل ثم الدراسة الميدانية وهي ربما أس أو رأس الحربة في هذا البحث الذي عكست عليه آثار الدراسة والاستبانات و التحليل لنتائج التقدير الراجعة الناتجة عن هذه الاستبانات هذه الخمسة الفصولة و الخمسة الأبواب التي كانت عليها الدراسة نعم يعني في الفصل الأول حول الدراسة المنهجية كان يعني ذكرت بعض من أهداف الدراسة يعني ما هي الأهداف التي كانت لديك أو لدى المشرف على مثل هذه الرسالة من أجل أن يكون هذا البحث على مثل هذا البرنامج دعني أقرأ ما كتبته من أهداف طبعا وليست كل الأهداف لا شك أنه لا يمكن حصرها ويكفينا هدف نبي نبيل وسامي وهو إن شاء الله بتحرير الأرض العربية المحتلة من الضفة الشرقية لخليجنا العربي يقول هنا أو تهدف الرسالة إلى التعريف بمشكلة تقليم الأحواز منذ العام 1925 ورفع الغبوض الذي يحيط بالمشكلة الأحوازية من الناحية التاريخية والسياسية بتسليط الضوء عليها من خلال التعرف على مدى متابعة المشاهدين الأحواز للقنوات الفضائية العربية وإبراز دور القنوات التي أنبرت للدفاع عنها وتغطية أخبارهم وفعاليتهم التعرف أيضا على مدى اهتمام وسائل الإعلام العربية بالقضية الأحوازية تحديد البرامج الموجهة للجغرافيا الأحوازية ومدى ملاءمتها للواقع ونسبة نجاحها أيضا مجرد الدراسة وتدولها والنشاطات الأكاديمية المصاحبة لها وما سيتبعها من نشر وتسويق يهدف إلى التعريف بهذه القضية ولفت الأنظار إليها رفع الغموض الذي يحيط بالمشكلة الأحوازية من الناحية التاريخية والسياسية بتسليط الضوء عليها وتعريف المواطن العربي بأن لهم إخوة أقحاح يرزحون تحت استعمار سلبهم حقهم في الحياة بحرية وأمان الدفاع الدفع أيضا باتقاه حراك اجتماعي عربي لمؤازرة القضية الأحوازية وتحويلها إلى قضية رأي عام عالمي طبعا هذه جزء من أو ليست كما أسلفت كل الأهداف لك يعني الآن كأهداف إعلامية نعم أنت رجل يعني إعلامي هذا يعني لو تلاحظ أن جل الأهداف تتكلم عن الإعلام وهي برز مثلا أولها شكر من أنبرة وأيضا لفت الأنظار للقضية تحديد البرامج الموجهة وتحليله ودراستها رفع الغموض أيضا الذي يحيط بالمشكلة الأحوازية لأن هناك من يأتي لديه مثلا ورع زاعد ويقول هذه قضية شأن داخلي ليس لكم داخل بإيران يكفينا ما فينا سد حدودنا إيران دورة جارة يعني من حقنا أن نعيش ويضع رأسه ويدس رأسه كالنعامة في الرمل ويتناسى أن الأحواز بالنسبة للعرب هي السد المنيع وهي بداية طرف الكعكة التي أكلت فالتهمت وصل الآن الحال بإيران أن تدفع بأذنابها يا عزيزي إلى قصف بيت الله الحرام بالصواريخ يعني هو كله لو حافظنا لو آزرنا لو نقول لو تفتح عمر الشيطان لكن نقول الآن علينا أن يعني أن نعلم أنه لا يمكن أبدا أن تتحرك صنع وابير وتو دمشق والمحمرة ما زالت يعني العاصمة العربية الأولى التي سقطت بيد إيران محتلة نعم أنت حدث في الفصل الثاني عن البعد التاريخي وعن الموقع الجغرافي وعن التركيبة السكانية للأحواز وعن القضية الأحوازية بشكل عام يعني هنا سؤال حول المراجع يعني بعض الباحثين في الجامعات لدينا جامعة الموقع جامعة ملك سعود دائما يعني يشتكون من قلة المراجع عن الأحواز ما الذي لفت انتباك من المراجع التي رجعت إليها يعني تعتبر مراجع جيدة ممكن المتابع الآن أن يرجع إليها أو يطلع عليها حتى يكتسب معلومات كافة عن القضية الأحوازية هو للأسف المراجعة قليلة كما أسألت أنت وربما أيضا كانت واحدة من محببات أو من محفزات اختياري لهذا الموضوع كونه من الموضوع قليلة جدا في البحث العلمي ليس هناك اهتمام بهذه القضية آخر ما كتب عن الأحواز بستنى كتابين فقط كتب في الألفينات وتحديدا بعد الثورة الحديثة والثورة المعاصرة التي انطلقت بعد زيارة روحاني إلى الأحواز لثورة عام 2005 توقف النشر العربي عن الكتابة عن الأحواز في الحرب العراقية نهاية الحرب العراقية الأولى الإيرانية الحرب العربية الإيرانية مجرد ما توقفت في العام 1989 توقفت معها التناولات والكتابات العربية ما كان يحدث من كتابات لوزارة الثقافة العراقية ووزارة الحربية حين التوجيه المعنو في القوات العراقية توقف تماما بعد السلام الذي حصل ووقع ما بين الأرق وإيران الاتحاد المحامل العرب آخر نشر له في القضية الأحوازي بعام 1967 الجامعات العراقي وهي من أكثر من كتب أيضا وزارة الثقافة السورية توقفت من مجرد تولي يعني من بداية الثمانينة تولي حزب البعث والقلاف الذي حصل ما بين العراق وسوريا وتوجه الحكومة السورية لمعاونة إيرانيين على حساب العراق فتوقف النشر والكتابة من ناحية العمل الأكاديمي والبحث السوري وهكذا فنجد أن هناك قلة المراجع العزيزي لم أجد رسالة دكتورة أو ماجستير تكلمت عن الأحوازي باستثناء رسالتين فقط رسالة ماجستير والأخرى للدكتورة وللأسف كانت لطالبين من بريطانيا واحدة عن الشيخ حزعل حكم الشيخ حزعل بن جابر واحتلال إمارة عربستان لوليام تيودور وهي ترقبة عبدالجبار ناجي رسالة دكتورة في جامعة البصرة مركز دراسة العالم العربي بعام 1982 وأخرى ربما تاهت منه لكنها أيضا دراسة لطالب أو باحث بريطاني هنا الكثير من الدراسات لكن حقيقة وراهيم بن خلف العبيدي وهو كاتب عراقي كثير ما كتب عن الأحواز أرض عربية ومنسية قبائل وأنساب وأمراء الأحواز أيضا كان للأستاذ لأستاذ نعمة الحلو وهو الأستاذ علي نعمة الحلو من أكثر من كتب أيضا ومن المكثرين من الكتابة حول الأحواز لكن هناك حقيقة لأستاذ شفيق الرشيدات وهو عميد كلها باللغة العربية باللغة العربية وطبعا أنا ما بحثت بغير العربية الرسالتين الدكتورة والماجسير لأحدها لوليام تيوديور كانت مترجمة للعربية هذه المراجعة تقريبا ممكن عرضة أو إذا تريد بعضة نعود إلى فصول أخرى والأهم لدينا في هذا البرنامج عن برنامج الأحواز المنسية لا أريد مجاملات أنت يعني وصلك عملت استبيانات نريد أن تحدد ما هي الاستبيانات التي عملتها قبل أن تذكر الأشياء الإيجابية عن البرنامج وهذا مما يصرنا أيضا تذكر الأشياء أو يعني الجوانب السلبية أو الضعيفة التي كانت في البرنامج حتى نستفيد منها في برنامج الشعوب الموقف وفي غيرها من البرامج التي قد تكون عن الشعوب في أمتنا المسلمة نريد أن تتحدث بتجرد وأن تعطي انطباع الناس المتابعين نتائج الاستبيان بشكل واحد الاستبيان طبعا هنا كانت استبانة موزعة للجمهور العربي وفي الآخر الجمهور قمت وصالهم جمهور العرب سواء كانوا يقبعون تحت الهتلال الإيراني أو خارج حدود أرض الأحواز المنسية الاستبانتين كانت موجهة للعرب في الدول العربية حتى لا يعني إن قلنا العرب وغير عرب فالأحوازين هم عرب أقحى وهم ربما أقرب نسبا إلى عدنان وقحطان من منا الثاني وهي الأهم وكانت الموجهة للجمهور داخل الأرض الأحواز سواء كانوا حاليا يعيشون في أرض الأحواز ضمن دولة الاحتلال أو أحوازين مهاجرين وباحثي عن حرية خارج الحدود الجغرافية لهذه الأرض الإدراع الاستبانات الأحوازية كما غير الأحوازية قسمت إلى أقسام الأول كانت بيانات الشخصية للمستبان وأيضا الثانية كانت عن القنوة الفضائية بالمجمل كيف تناول الأحواز الثالثة كانت لبرنامج الأحواز أو القسم الثالث لبرنامج الأحواز المنسية هو الذي كان عليه المآل وأكثر الأسئلة التي وجهت للمشاهدين للأقصد المستبانين أو المبحثين الأخير وهو وضعنا خانة للاقتراحات والآراء وهي التي كانت محل جزء منها شكر وأيضا لأجمعها ورسلها إلى إدارة القناة وإلى شخصكم الكريم وهي التي كانت محل أحيانا يأتيك واحد يقول لك اجدخلكم أنتم بنا نحن عايشين مرتاحين والآخر يقول أنتم مقصرين تماما لم تفعلوا شيء الثالث يقول نحتاج منكم إلى مزيد من الجهود لا يمكن أبدا أن يخلوا عمل أسر عبدالله من نقص ولا يمكن انبتة أن نجمع أو يجمع العامة والخاصة على شيء واحد هي بالآخر عمل وأفكار إنسانية تخضع لإعتبارات كثيرة للمشاعر الحب والكره للرضا وعدمه بالتالي لا يعول عليها لأنها أحيانا تأتي من مشاعر قاسية ظالمة لكن حقيقة وهذه شهادة لأقولها وبريبها ذمتي لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني متعبدون بأن نظهر للناس ونشجعهم على ما قدموا البرنامج كان محل احترم جل المشاهدين والمتابعين يكفينا أنه تطرق لهذه القضية وأنه استمات القائمين على البرنامج بتطوير والبحث والجهود الجبارة للمتابعة اختيار المواضيع والمداخلين وتحمل بنيات الطريق الجمهور أيضا العريض الذي قابلني حقيقة هو مبعث فخر يعني ما تجد من بلقيكا من فرنسا من بريطانيا من الكويت من قطر والإمارات من داخل الأرض الأحوازية المحتلة وكلهم ممتنين كلهم يشكرون يتفاعلون بغض النظر حتى أحيانا لو جاءت أنا وجدت نفسيا وصل إلى أعدات كبيرة جدا بعضهم نشر على مجموعة معينة ثلاثمائة استبانة جاءت خوالي يعني رد عليها في أقل من السعر ثلاثمائة استبانة ثلاثمائة استبانة ما شاء الله يعني في أقل من السعر من الأحوازين أو من الأحوازيين ما شاء الله أما العرب كان لهم يعني أمرهم آخر بلد الآخر أنت تتكلم عن أكثر من مائتين مليون عربي لكن إذا كان ثلاثمائة استبيان من داخل الأحواز من داخل الأرض الأحوازية وفي أقل من السعر هذا كان إنجاز أنا أيضا رسلني الكثير جدا سبعا على حسابي في تويتر أو على طلبوا أيضا من بعض القناة ومنك شخصيا بتزويدهم برقمي وجاءتني رسائل لو عرضتها على المشاهدين أماما تخجل حقيقة لأنه مثل ما يقولون الآن أصبح المبصرة أو ضعيف البصر في بلاد العميان يعني رقم إنما تقدم بحث أنا لم أأتي على هذا الموضوع إلا من أطرافي فقط لم أستطع أو لم أقولني قدمت وبحثت عن الأحواز وحلت مشكلاتهم وكذا لكنهم يشعرون بأنه الحمد لله ما شاء الله بادرة طيبة هؤلاء يتعطشون يتطلعون لإخوانهم يا أخي ليفزعوا معهم يعني أقلها بالمشاهدة ومتابعة قضاياهم والكتابة عنها والسؤال عن حالهم وذلك أضعف الإيمان فمعناه أني وفقت حقيقة وأتمنى من إخواني الباحثين ومن القادرين ومن المتابعين أنهم يلتفتوا إلى هذه القضية وأن يجعلوها محط أنظارهم وأن يبحثوا عنها كثير جدا وأن هناك الآن فتحة آفاق أنا بعد نهاية البحث الحقيقة كساب الأحوازي وعبد الرحمن وغيرهم من الأسماع من المتابعي برنامج الأحواز المنسية يعني قدموا خدمات لي وبذلوا خدمات بأنهم في أي وقت تحتاج إليهم سيمدونني بالمراجع والأخبار والبيانات وغيرها الذي لاحظت أيضا أن هناك مهما اختلفت مشارب ومدارس النظال الأحوازي يظلون متطلعين إلى قضية واحدة إلى هدف واحد وهو التحرير ولهذا يتعاون من الجبهة الأحوازية من منظمات التحرير في الأحواز من مدارس نظالية متعددة لكن في الآخر كما قلت أن هدفهم واحد نحن مسؤولية علينا على عادقنا كبيرة أنا لا أريد أن نبقى ونراح مكاننا وأن نكتفي بما قدمنا وأن نقول جزانا الله خير وما قتينا بما لن يستطعه الأوائل أن نحن نقول أننا الآن رمينا حجرة في بركة ما عذب فتحركت أمواجها وتكشفت الآلة والأصداف الجميلة في داخل هذه البحيرة التي كانت خاملة بعيدة عن نحن نغطي على عيوننا لكي لا نراها أنا أتمنى أن تتحول القنوات الفضائية الرسمية الحكومية أن تعتبر القضية الأحوازية تماماً كما هي القضية السورية واليمنية والعراقية وقبلها القضية الفلسطينية وأن تتكلم عنها نشرة الأخبار في القنوات الشهيرة والحكومة العادية بشكل يومي بشكل مستمر وهناك فعل ثوري هذا ملاحظة الحمد لله الحمد لله الآن لو فتحت لك المصادر ومراجع ستتقد هنا مصادر صحف ودوريات أصبحت تتناول القضية الأحوازية الرياض الشرق الأوسط اليوم السعودية أيضاً البيانة الإماراتية الاتحاد الإماراتية هذا كلها طبعاً بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه القنوات التي أنبرت حقيقةً وقدمت القضية الأحوازية كقضية شعب مظلوم يستحق أن يعيش حياة كريمة مثل بقية الشعوب يعني أنت تعيش في وسط الإعلام وأيضاً تمارس يعني إداد وتقديم بعض القنوات الفضائية يعني شهاتنا في الدراسة بأن يعني إسهام قناة وصال بالتعريف القضية الأحوازية تقريباً 65% يقولون بأنها سامت بدرجة ممتازة إذن كيف يعني يمكن أن نرد على من يقول بأن الناس لم يتابعوا التلفاز وأن أصبح الناس تعلقهم بوسائل التواصل أكثر من التلفاز يعني إذا كان بنسبة 65% هذا يعتبر نسبة كبيرة أولاً عندما تتكلم عن نسبة متابعة بمعنى أن وصال كانت في مرحلة معينة ما هي المصدر الوحيد يعني كأول قنوة فضائية عربية تتكلم عن القضية الأحوازية وعن مشاكل الأحواز بشكل يومي أفردت برنامج خاص توسعت شريحة متابعي هذا البرنامج من خلال كثرة الإصدافات يومياً 500 حلقة يعني رقم فلكي نتكلم عن 500 ضيف 500 مداغل 500 تقرير 500 يومياً تكسب جمهور 65% نتمنى أن يوم يتحولوا إلى 10% ما في عندنا مشكلة لكن إنما يكونونك 10 قنوات موجهة للجمهور الأحوازية نعم صح أن تتحول كل القنوات العربية إلى قنوات فاعلة وقنوات رشيدة في التعاطي مع قضاياناً قومية قضية الأحواز ليست قضية شعب يريد أن يعيش مثل يعني كثير من الشعوب التي تنادي بالتحرير قضية الأحواز هي قضية أمن قوم عربي من عمان وحتى أمريتانية لا فبالتالي 65% لأن وصال قناة كانت رائدة سباقة الجمهور الممتن لهذه القناة متابعة الحمد لله يعني في الاستبيان أيضاً يعني من نتائج الاستبيان ذكرت بأن 57% من أهل الأحواز يتابعوا البرنامج بشكل متقطع أيضاً 39% منهم يتابعونه بشكل مستمر هل يعتبر أن 39% نسبة قليلة؟ لا 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 نسبة كبيرة جداً يعني هذا من يتسمر أمام الشاشة اللي يتابعها البرنامج أما أنا متقطع يعني ننتجة انشغال نتيجة مثلاً ظروف سياسية اجتماعية يعني معينة لا يمكن أبداً أن يتابعك بشكل يومي ويحرص عليك مثل الأذان إذا هي الصلاة أحناً الصلاة في غير وقتها وفي تأخر ما تلحق في صلاة الجماعة مع الإمام وتكبيرة الإعرام فكيف برنامج لكن إنما تتكلم عن 39% في الدراسات والإحصاعات هذه النسبة تعتبر نسبة عالية جداً نسبة عالية من العينات 39% من الأفراد ينتظرون متى تدق ساعة بيكبين هذا يعتبر دلالة على قوة البرنامج على تمكن من الرأي العام ولا توجيهها أيضاً لهؤلاء ولا تعطش الجماهير لمتابعة هذا البرنامج لما فيه من متابعة وقيمة إعلامية عالية يرونها هم بالنسبة لل يعني تقييمهم حول تنوع الضيوف أو في اختيار الضيوف يعني ذكر نسبة معينة يعني مثلاً 50% بشكل جيد جداً 15% تقريباً بنسبة ضعيفة 34% بنسبة امتازة يعني ما واجهت نقد أو اقتراحات حول قضية اختيار الضيوف لأن البعض مثلاً ذكر فترة ماضية بأن البرنامج ينحاز إلى حز معين أو إلى توجه معين أو كذا يعني ما واجهت يعني مثل هذه الانتقادات إلا الانتقادات فيما يخص الضيوف هذا أمر طبيعي وأنا كمقدم برامج أعرف ماذا مدى معاناتي يعني القيمين على إدارة البرامج من منسقي ومعدين لتعامل مع الضيوف أحياناً أنت تلجأ لجوءاً إلى ضيف أعتقده أكثر استجابة لاتصالاتك صحيح كذلك هذا الضيف ربما لديه استعداد مستمر للتواصل يطلع بشكل آخر يعزف كذلك أما التصنيف فهو ما ابتلنا به تصنيف آفة الأمة صنفك ليس على مخرجاتك وليس على ما تقول صنفك بما أظن أنا أنك ربما بنيات أو التدخل في النيات وبما أنت ربما تحمل من فكر لكن لا أقيمك منان على واقعك وعلى ظاهرك وعلى المخرج اليومي أنا متأكد تماماً أنه ظهر ضيوف في البرنامج تعارضوا مع مشروع التحرير الوطني لأرض الأحواز ومع التوجهات وتطلعات الجماهير الأحوازية لا لقى سير من دقيق أظهرنا مدارس كثيرة في البرنامج لكن في الآخر كل هذه المدارس هدف أو غاية واحدة وهي التحريف والجميل في البرنامج أنه لم يتطرق للخلافة العقدي لم يتكلم عن أيضاً وسائل النضال وإنما كان يتكلم عن أرض سليبة من حقها أن تكون حرة بين الأمم وهي ليست نزرة بينها وهذه ميزة البرنامج طيب عن وقت العرض ودائماً أنا أجد تساؤلات كثيرة عن وقت العرض لبرنامج كان يعرض في الساعة السادسة ونسبة وقيت مكة ذكر يعني بنسبة 51% بأنه كان غير مناسب صحيح 43% أو 44% كان الوقت مناسب لا يعني 51% مناسب إلى حد ما تقريباً 44% بأنه مناسب النسبة الأقل تقول بأنه غير مناسب كيف قرأت يعني مناسبة وقت البرنامج في الألعاب هو طبعاً كثير من البرامج وقت ذروة طبعاً في معروف القنوات الفضائية أنه من الخامسة أو حتى العاشرة ليلاً وهي وقت ذروة لكن هناك اختلاف في توقيتات ويعتبر عندهم بعد العساة آية هكذا في توقيتات المدن المنطقة الأحوازية هي منطقة غربية تعتبر والشروق إليها والغروب تكون مبكر فربما أيضاً تعارض مع أوقات صلوات مع أوقات وهذه يحتاج من إدارة القنع والبرنامج أنه يستفاد من هذه الملاحظات وهذا التذمر الذي عبر عنه في هذا الاستبناء بأنه 51% مناسب لأحداً ماها يعني مجاملة ربما أن يبحث في وقت البرنامج أيضاً في مدة العرض يعني كان هناك في الاستبيان أو نتيجة الاستبيان لأنه كانوا غير مقتنئين صحيح لماذا؟ لأنهم يتطلعون أن يكونوا في الخارطة البرامجية قناة وصال ومتسع أو وقت أطول للقضية الأحوازية عندما تتكلم أنت عن ساعة بث فضائي بأنه من ضرور أنه لا تكفيه وهذا دلالة على يعني كما نكرر أنه تعطش هذه الجماهير حاجته ارتباطه الوجداني بمحيطها وأقليمها عندما يجدك يا أستاذ عبدالله وأنت تلبس العقال وعربي تعيد له مجد أو تعيد له الثقة بأنه هناك من يحمل همي وهناك من يريد لي أن نعيش حرا كريما طبعا هناك صورة نمطية سلبية عن العرب لأنهم تخلم عنهم أنا عزيزي كأقول وبثم مليان بأن العرب تركوا الأحواز أنا الآن عندما ندخل في صلاح مع إيران هل هي إيران الخليج فارسي ولا عربي بينما ضفة الخليج ضفتي الشرقية والغربية عربية باعتبار أن الأحواز هي المطلة من مصاب نهر الفرات وحتى مضيق هرمز على الخليج العربي وبالتاليه الخليج بأجمع أرض خليج عربي خالص الخارطة العربية عندما ندرسها في المدارس تتناول فقط الضفة الغربية من الخليج وتتناسى ضفته الشرقية المناخ والتضاريس عندما ندرس منطقة إيرانية والتركيا والخليج العربي كتقسم مناطق نجد أنه عندما يتكلمون عن إيران يتكلمون أنها سهل وجبل ويتكلمون عن زاكروس باعتبار سلسلة جبلية ثم ينزلون إلى الأراضي الأحوازية ويتكلمون عن أنها أرض سهلية ويتكلمون عن مناخها الموسمي والأقرب إلى الأوروبي والمطير والجاف وغيرها ودون ما ذكر وفرز الأرض الأحوازية أو الكلام عن الداخل الإيراني بمعزل عن الأرض الأحوازية فهم صناع القرار والنخب العربية الأحزاب السياسية والاجتماعية كلها تناست الأحواز كلها تجاهلت هذه البقعة الجغرافية المهمة نحن الآن أستاذ الكريم والكلام قد يتداخل في بعض أخرج عن سؤالك قليلا بأننا للأسف العرب نحن نقتل أنفسنا بأنفسنا اليوم يا أستاذ الكريم عندما تقوت إيران تدخلت في شؤوننا الداخلية وجعلت من المنطقة العربية تغلي كالمرجل ما هو السبب؟ من الذي جعل إيران تتنمر علينا وتتغول؟ نحن اليوم إيران تقتلك بمال عربي خالص تقتلك بالنفط الأحوازي تقتلك بمقدرات الأرض الأحوازية نقلت المعركة إلى خالق بحدود الجغرافية إيراني عزيزي تركت ليس لقوتها يعني لأنفوانها وليس لثقافة وتأريخ هي تريد التمدد على أساسها وإنما نتيجة ضعفنا نحن تفرقنا وكنا سقطت صنعاء كنتيجة حتمية لسقوط عاصمة أرض الأحواز المحمرة يعني الشيخ خزع للتعبي ترك وحيدا في المعركة وأسر ظل في 11 سنة تقريبا في طهران سجين ولا أحد يتكلم عن من الذي ارتفعت عنده منسوب النخوة والعروبة وهمة وائل بن بكر الذي جمع العرب على ضعفهم وانتصر على الفرس في ذيقار ما عنده أحد طيب أستاذ فيصل هل لديك ما تود ليشاركي لك هذا الكتاب الوقت شاركت عن انتهاء اللهي أنا يعني أتمنى إذا كان لي فرصة أن أقرأ خاتمة هذا البحر فضل ربما هناك توصيات يعني حتى أكون أقلل من انفعالاتي العاطفية وأتقيد بما كتب يقول يعني أو كذا ذكرت أنه كعربي تعرض لبعض الظلم والحيف نتيجة تداخل ما هو اجتماعي بما هو سياسي في حياتي المادية والاجتماعية وشاهدت وعاصرت سقوط عواصم عربية أكتوت بنار الطائفية المقيتة وامتدت الاتصال بيت العرب الأول صرعا كنت أمسك أعصابي وأخفي مشاعري وأنا أقرأ وأقلب صفحات براجع هذه الدراسة وكنت أسرخ أحيانا صرخة مكبوتة لماذا أضعنا الأحواز لماذا لم ننتصر لندائها المتكرر لماذا لم نحمي ضفتنا الشرقية في الخليج لماذا لم نحافظ على منابع النفط والثروة حتى لا تقع في يد خصومنا ويقتلنا بها وقبلها نحمي هويتنا وامتدان دن الطبيعي صرخة بين شرايين عربي لربما تخفوا بمجرد حصولها على الدرجة العلمية واستكمال مناقشة هذه الدراسة الله يبارك فيك أنا أشكرك أستاذ فيصل على استجابة دعوة البرنامج لعرض ما لديك من رؤى حول هذه الرسالة ونحن حقيقة تشرفنا بمثل هذه الرسالة ومثل هذه الاستبيانات التي خدمت هذا البرنامج السابق وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع شكرا لك أستاذ فيصل وللمشاهدين الكرام وأعتذر عن مقتطفات ربما لم نستكمل فيها وهو الشكر لك حقيقة أستاذ عبدالله كنت كما يقولون رب هذه الفكرة وخير معين وكذلك للدكتور عبد الرحمن النمر المشرف على دراسة الأستاذ دكتور عيس الذي كان له أيضا فضل الدكتور بشير دحان كثير من الزملاء والمحبين وهي أيضا لطاقم قناة أبو سعر بارك الله شكرا لك وشكرا للمشاهدين الكرام ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لذا الشعب يوما أراد الحياة ألا بد للحب أن ينتصد ولا بد للليل أن ينتظد ولا بد للقيدي أن ينتسد لذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للحب أن ينتصد ولا بد للليل أن ينتظد ولا بد للقيدي أن ينتظد